ترجمة نانسي قنقر ترتبط مملكة البحرين مع دولة الإمارات العربية المتحدة بروابط اقتصادية وتجارية قوية تستمد مقاوماتها من عوامل التقارب الجغرافي والحضاري والثقافي بين البلدين حيث تشهد العلاقات الاقتصادية تطورا ملحوظا في مجالات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين بشكل ملحوظ في عام 2021 ليصل إلى 23 مليار و700 مليون درهم مقابل 12 مليار و300 مليون درهم في عام 2012 وفق بيانات المركز الاتحادي للتنفسية والإحصاء وهو ما يعد إنجازا كبيرا ودفعة نحو مزيد من التقدم على صعيد الشراكات والاستثمارات البينية بين القطاعين الحكومية والخاص في كل البلدين وتصدر العام 2019 المركز الأول في حجم التجارة الثنائية بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية بقيمة بلغت 28 مليار و700 مليون درهم وفي المرتبة الثانية جاء العام 2018 بتبادل انتجاري غير نفطي بلغ 28 مليار و300 مليون درهم وانعكاسا لتوجهات المحفزة من قيادتي البلدين الشقيقين وكثمرة لتبادل الزيارات الرسمية على أعلى المستويات وقع كل البلدين عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الثنائية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة والدفع بالمزيد من التعاون في القطاعات الحيوية كالطاقة النظيفة والمتجددة وقطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأمن الغذائي بالإضافة إلى الصحة والتعليم والسياحة والأعلام وغيرها من المجالات التنموية وقطاعات تمكين المرأة والشباب وتنشئة الأجيال القادمة وأعداد قادة المستقبل ترجمة نانسي قنقر